تحياتي المحطة النووية بالضبعة تتحمل استضامة طائرة صغيرة وتتحمل تونامي وزلازل وأعصير هذه كانت أبرز تصرحات الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء حول مفاعل الضبعة فماذا كانت هذه التصرحات؟ التفاصيل كاملة سنعرضها لحضراتكم من خلال هذه التخطية خرج اليوم الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ببرنامج تلفزيوني بعدة تصريحات تخص محطة الضبعة النووية وقال إن التكنولوجيا التي يتم استخدامها في المفاعلات النووية بالضبعة هي أعلى تكنولوجيا من الجيل الثالث المتطور أو المتقدم وهذا الجيل الأعلى في التصدير بالعالم وأكد أيضا الدكتور أمجد الوكيل أن المحطة النووية بالضبعة ومفاعلاتها تتحمل استضام طائرة صغيرة يصل وزنها إلى أربعمائة طن تسير بسرعة مئة وخمسين متر على الثانية وتتحمل تسونامي وعجلة زلزالية وأعصير وأن المحطة مزودة بكل وسائل الأمان ووسائل الأمان التي لا تعتمد على وجود طاقة كهربائية وتعتمد على الظواهر الطبيعية قال أيضا أن محطة الضبعة النووية تنتج كهرباء يمكن نقله إلى أي مكان يعاني من شح المياه حيث يمكن نقل الكهرباء بسهولة وبالتالي يمكن استخدام الكهرباء في عملية معالجة مياه المحر والحصول على مياه صالحة للشرب مشيرا إلى أن تلك المحطة النووية تخلق شراكة استراتيجية تستمر لستين قرنا من الزمان موضحا أن هذا يقوّل علاقات بين الدول وأن روسيا ستكون حريصة على عمل علاقات استراتيجية ووطيضة مع مصر أكد أيضا أن مشروع ميناء الضبعة عبارة عن رصيف بحري خاص منشأ لاستقبال المعدات طويلة الأجل الخاصة بالمشروع النووي موضحا أنه من أجل استخدام المعدات كان هناك أكثر من بديل أما المعدات يتم استقبالها من الطرق البرية وهذا كان سيكون أمر بالغ الصعوب فكان البديل إنشاء رصيف بحري لاستقبال المعدات أثناء مرحلة الإنشاء والصيانة وتبع أنه كان هناك تحدي كبير في الانتهاء من إنشاء الرصيف في توقيت محدد وزمني لاستقبال المعدات وتم استقبال أول معدة في 20 مارس من عام 2022 حيث تم استقبال أول معدة طويلة الأجل وكانت احتفالية كبيرة للغاية مؤكدا أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يمر بمرحلة الإنشاءات الكبرى أشيرا أيضا إلى أن المشروع النووية يمر بثلاث مراحل الأولى تختص بمرحلة ما قبل الإنشاء ويتم من خلالها رفع بصمة كاملة للموقع وتبادل المعلومات الخاصة بعمل تصميم المبدئي وتنتهي بالحصول على إذن الإنشاء وأضاف أنه مع إذن الإنشاء يبدأ مرحلة جديدة تسمى بمرحلة الإنشاءات الكبرى موضحا أن الوحدة الأخيرة بالمشروع كانت في 23 يناير 2024 وهي كانت الحدث الهام الذي حضره الرئيسين السيسي والروسي فلاديمير بوتين مشيرا إلى أن جميع الوحدات بالضبعة دخلت مرحلة الإنشاءات الكبرى مشاهدين الكرام هذه كانت نهاية التخطية بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة وإلى اللقاء كنت معكم أناسي شكرا اشتركوا في القناة